بالنسبة الكرة المصرية بتشهد حالة من الحزن حالة من الأسى فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجومه وهو الكابتن إهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي والمدير الفني لمنتخب مصر السابق يعني إسراء صبته بجلطة في المخ ونسأل الله العظيم أنه يتغمده بواسع رحمته أنا عايز أقول أن الكابتن إهاب جلال من الشخصيات الجميلة جدا والمحترمة والخلوكة والمتوضعة داخل المجتمع الرياضي في الحقيقة الكابتن إهاب قبل وفاته خضع لسلاس عمليات جراحية دقيقة جدا في منطقة الرقب تخيلوا يا جماعة وأحيانا الإنسان يعني بيكون بين أهله وبين ناسه والرجل في تدريبه وأموره تمام فجأة يغم عليه في منزله ويسرعه لنقله إلى المستشفى واستمر الكابتن إهاب جلال رحمة الله عليه في المستشفى في الإعناية المركزة لإجراء وإزابة هذه الجلطة من على المخ وما نقدرش نقول غير يعني الله يرحمه رحمتنا واسعة وهو مش أقول يعني الكابتن إهاب بتظلم لكن كلنا معرضين لأزمات بتحصل في حياتنا ممكن تكون عوامل نفسية قدت للجلطة مشاكل داخل الفريق الضغط العصبي الضغط النفسي كل دي أمور يعني احنا على الهوى هو بنشوف الجنازة بتاعة الكابتن إهاب جلال رحمة الله عليه من المدربين المخضرمين من المدربين اللي الشعب المصري والعربي حزن حزنا شديدا لفراقه وأنا يعني تلقيت حقيقي يعني والوسط الرياضي بشكل عام والوسط الإعلامي بصدمة كبيرة جدا وأعداد أعداد غير مسبوكة في الحقيقة يعني صحبة الجنازة إلى مثواها الأخير كان الفريق الطبي في الحقيقة حاول بشطة الطرق إنه يعني من خلال الأدوية والمخدرات المخدر اللي كان بيوضع في المحليل عشان يبدأوا عملية الإفاقة للكابتن إهاب جلال وطبعا كان بتحصل يعني تدريجيا حتى لا يؤثر على الأجهزة العصبية من خلال إفاقته بشكل مفاجئ لكن هذا قدر الله وطبعا يعني هو غني عن التعريف وما يعظمش عن خلقه هو دي نهايته ولكل أجل الكتاب الكابتن إهاب جلال رحمة الله عليه تولى منصب المدير الفني لعشر أندية كبيرة جدا منها الزمالك وبراميدز والإسماعيل المصري وإمبي وفاركو ومصر المقصة وفي الحقيقة يعني ممكن مصر المقصة هي اللي عملت يعني شهرة كبيرة للكابتن إهاب جلال كمان درب خارج مصر درب أهل ترابلس ورجع قبل كده كان كهربة الإسماعيلية وتليفونات بنسويف برضو دي من الأندية المهمة واللي دايما بتنافس وبقوة حتى في الدرجة الأولى للصعود للدوري الممتاز طبعا احنا عرفنا كلنا يعني أنه تولى منصب المدير الفني للمنتخب الوطني وتمت إقالته رحمة الله عليه بطريقة غير لائقة جدا لمدير بحج الكابتن إهاب جلال وقيل أنه تمت إقالته وهو في الطائرة بعد العودة إلى الأراضي المصرية وأثناء عودته إلى الأراضي المصرية حين توجده في الطائرة وطبعا دي كانت صدمة كبيرة للكابتن إهاب جلال وأنا أتوقع أن اللي بيشتغل في الوسط الرياضي لا بد يكون يعني يكشف على أولا مخه أعصاب عشان يتحمل الضغوط النفسية والعصبية أنا كنت لعيب كرة وعارف قد إيه حجم يعني الضغط النفسي والعصبي اللي على المدربين يمكن اللعيب الكرة ما بيكونش مسؤول لأن المسؤولية كلها بتقع على عاتق المدير الفني أي خطأ بيحصل أو أي هزيم أو أي نتائج ما بتبقاش مرجوة فورا المدير الفني بيتم الإطاحة به أو إقالته وإحنا شفنا هي تجربته في المنتخب المصري ما كانتش تجربة نكحة لأن الراجل تولى في المنتخب الوطني في ظروف صعبة جدا وفرقة كانت يعني خارجة تعتبر فرقة مفككة ونتائج محبطة وما نقدرش نقول غير يعني نسأل الله عز وجل إنه يجعل مرض الكابتن إيهاب جلال في ميزان حسنته في الحقيقة فيه برضو خبر انتشر وفيديوهات على السوشال ميديا وهو عريس كفر الدوار أو عريس البحيرة في الحقيقة